عند خطوبة الولد يسأل الناس عن القوم والعشيرة وهذا الأمر سبب تأجيل زواج الفتيات ما رأيكم فيه؟ لا حرج فيه لو سألوا عن القوم والقبيلة بعدما تعرفوا عليه من الناحية الشرعية بأن كان الولد ذا سيرة وصورة طيبة ولكن الطلب والإصرار على أن يكون الولد من قومنا ثم يتم زواجه مع بناتنا بغض النظر عن فسقه وسفهه في خلقه وجهله فهذا الأمر سيء ويضر المجتمع وقد يدمر الحياة الزوجية ويسبب بقاء الفتيات البالغات ينتظرنا الزواج فليس هذا الإصرار صحيحا فإذا فهم الوالدان هذا الأمر زوجا أولادهما بلا تأخير